أهم مشاكل قبلتك وقت دخولك الجامعة أول سنة أول سنة طبعاً دخولي للجامعة أول مشكلة قبلتني هي الماديات لأن أنا كانت بكلميه كشخصي مش كبصفة عامة كشخصي معلش أنا الوقت بدرس وبشتغل إن أنا أوافق بيني اتنين دي ما فيهاش صفتي كنترول عليها خالص إطلاقاً ما كنتش فاهمة حاجة وعارفة حاجة خارجة من مرحلة جديدة ودخلها مرحلة تانية خالص فكان كل الدنيا ملغبطة من نسبال في مدرسة بتبقى فيه حاجات شوية لكن في الجامعة كل حاجة مفتوحة يعني فده بيفرق جداً يعني إن أنا التنسيق كان عالي قوي السنة دي ظلمنا قوي وما دخلتش يعني حلمي لأنا بذكر علشان وما دخلتوش ودخلت كلها مقبرة عليها هي طبعاً مرحلة جديدة وكان نفس حق حلمي في دخولي صيدلة بس الحمد لله يعني ربنا برضو قدرني أن ندخل كلها برضو حلوة هي جاتلي تربية بس في الشدماء خالص بس الحمد لله ربنا رزقني برضو بكلها طلع مين حاجة كويسة وحضرتكم أم لازم أهم حاجة دلوقتي أن هم يعني أهم حاجة الدراسة مش أهم حاجة دلوقتي أطلب بعد داخل سنة أولى مفكر إن الدراسة بالجامعة أسهل بكتير جداً من السنوية العامة ودي خدعة كبيرة جداً الجامعة حاجة غير السنوية العامة أنا ما كنتش عارفة بس اللي هي المفارقة مثلاً ما بين المحاضرة والسكشن يا مثلاً مش عارفة عذابة الجدول إزاي يعني المواصلات إزاي تغلدتي على المشاكل اللي وجهتك دي عملتي؟ حاولت أفهم الدنيا وأخد رأيي ناس أكبر مني في الداخلين الجامعة يعني ومخلصين أو في سنة ثانية وكده وقدروا إن هم يساعدوني وقدرت إن أنا أستفيد منهم الحمد لله بالصبر والصلاة والدعم أهلي ليا الحمد لله يعني عدت المرحلة دي يعني تركز في حياتها الدراسية وكل حاجة فقاله الجامعة هو تايكت إيزي يعني عادي ما تبقوا تاخدوش وما تلاقوش إن إن فتاح الزيادة ده هيبقى حاجة زريفة تايكت إيزي وعيشوا حياتك عادي ركزوا في دراساتك حشان ما تزعلوش بعد كده ترجمة نانسي قنقر